السلام عليكم ازايك يا جماعة عاملين ايه يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل نصحة من الجطوات وهي تسمى الهواز النصحة دي رهيبة جدا انتشرت عن كرب في المحلات وعليها اكبار رهيب هتكون مفيدة جدا لأصحاب المشاريع الاونلاين والأي حد بعملها في البيت فهي طعمها رهيب جدا عبارة عن كاك واخت كريمة من جوة طبقة شوكولاتة واخدها مكسطرات فهافها كسرة من فوق بتكسر يعني بالشوكا كده طعم الشوكولاتة بالمكسطرات مع الكيكي الناعم مع الكريمة فحاجة رهيبة جدا ومناسبة لجو الصيف وهتكون يعني بتحقق عائد كبير لأصحاب المشاريع الاونلاين في نفس الوقت على رغم ان شكله رهيب جدا كده بس مش مكلف خالص ومقاديره موجودة في كل بيت بإذن الله هتجرب وصفهات عجبكم جدا وكوية جدا وان شاء الله هتسيبولي في التعليقات ان هي عجبتكم جدا ياريت بقى يا جماعة كل اللي لسه جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس واهم حاجة كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة ما تنسوش تسيبولي تعليق عشان تعليقاتكم بتفرحني جدا يلا بقى نشوف الطريقة والمقادير ومحدش ينسى يسيب الاعجاب وين سيسيب لتعليق ويلا نبدأ اول حاجة يا جماعة في العجان كده اول السند مكسر اول مضرب الكهربائي معاي خمس بضات سقعين جدا يعني كسرهم وحطتهم في التلاج يسقعهم اه سقعين نزلت عليهم بمئة وعشرين جرام سكر وهتكلم في ملحوظة مهمة جدا تمام سكر نعم انا بقول مقديري هنا يا جماعة بالجرام ونصيحة لتزموا بالجرام في الحلويات بالذات بس في سندوق الوصف بكتب الاثنين نزلت عليهم بخمسة وعشرين جرام محسن جل او خمسة جرام خل لو مش متوفر وبالنسبة للناس اللي بتقول لي يا محمد محسن الجل معانا بيبوز الكيك فانواع كتير بتبوز الكيك هو ما تاخدوش ثقة الا المتحدة بونه اي نوع تاني لو عاد تضربوا في الخالط نص ساعة ولا هيرفع معكم ولا يدولكم نتيجة كويس زي ما بقول لكم كده طبعا بضرب البيض والسكر بتاعي والمحسن الجل على اعلى سرعة لو مش متوفر معانا بالفعل بنستبدله بخمسة جرام خل تمام زي ما قلت كده محسن الجل لو النوع اللي معاك اللي انا بقول عليه فاطعم من اي نوع تاني ولا هيرفع يبقى يكنك عاملة كيك عادية خالص تمام فضلت اضربهم كده يا جماعة كويس جدا مع بعض لحد ما الخليط رفع معايا وبقى بيض وهش كده زي ما انتوا شايفين في المرحلة الجاية معايا مية وسبعين جرام دقيق نزلت عليهم بعشرين جرام كاكاو كاكاو اسباني ونزلت عليهم بتمانية جرام بيكنج بودر وطبعا انا كنت معالي السرعة في الاول والوقت بتهدى تمام دي مخبوزات يا جماعة واتكلم في ملحوظة دي المخبوزات هتو نوع كويس او من شركة مضمونة تمام ممكن عاد تستخدم اي نوع دي بس هو ده بيكون لعامل في نجاح الكيك بالنسبة للناس اللي بتهبط منها الكيك فاخدوه ثقة تمام نزلت عليهم بستين مل مية وكله على السرعة الباطئة عامتا انا جبت دقيق مخبوزات قريب جدا فطبعتي بيزبونش كده ما عجبنش خالص دي في مشكلة فاته النوع المعروف احسن مش اي حد تقريبا بعرف يخزن الدقيق صح وخصان اللي احنا في الصيف فاته دقيق مش اي حد بعرف يتعامل معه فاته من مكان كويس جدا ما تجيبوش من اي حد لان الدي اللي انا كنت جيبه في الاول ما كانش عجبني فانا بديلكو نصيح لحد يا جماعة مالقوم يعمل معايا كمه كده فكده تمام معايا صاق تلاتين فاربعين ببطن بورق الزبدة ببدأ كده اللي انا وزد على السبونش بتاعي طبقة الكيك يعني طيب يا محمد انت كنت بتقول في فيديو يعمل صاق ونص يعني ايه صاق ونص صاقان تلاتين فاربعين يعني بتمل صاق كامل وفي نفس الوقت بتحط بس شوية يملو النص بتاعه تمام يملو بس النص بتاعه من ناحية العرضية من ناحية قصد العرضية بالعرض يعني مش بالطول كده لأ بالعرض يعني نص صانية كده يا جماعة تمام لان كده كده بالفعل بيتلف يعني ما عايزة تعملها على صاج واحد عادي عايزة تعملها على صاج ونص دي هو راحتك اهم حاجة ما نرققش طبقة الكيك عشان لو ترققت معانا هتنشف من نص تمام ونوزعه كده وزي ما ذكرت روحوا لأي حد مستلزمت قولوا له انا عاوز صاج اخبص بالسبونش للكيكات وكده بدخلوا فرن سابق التسخين مسبقا على درجة حرامتين بيقعد معايا نص ساعة تمام خرج يا جماعة من الفرن السبتويه ده وطبعا اشارنا السبونش بسبعنا بعد ما بيرت قبل كده في فيديوهات سابق عشان بس الفيديو ما يطولش وشلت ورقة الزبدة طبعا بعد مرتاح وقطعته نصفين كله نصف يا جماعة بسمكة خمستاشر سنتي تمام في المرحلة الجاية هبدأ بقى جاهز الكريمة بتاعتي معايا جماعة مية وخمسين جرام كريم شانتي نزلت عليهم بثلتمائة ملي مية بردة تمام نزلت عليهم بسبعين جرام سكر نعم لو السكر النعم اللي هو النعم مش البدرة طب لو متوفر معي سكر خشن ومش معايا نعم اعمل ايه هتضربيه مع المية الاول عشان يدوب كويس لانه ببقى بالفعل خشن بطبعته فبالتالي لو عملت الخطوة دي كله على بعضه مش هيدوب كويس يعني اعمل ايه تقليبي بالمية كويس وبعد كده تنزل بكريم الشمطة بتاعي بفضل اضرب فيه الحد يا جماعة ما يبدأ يرفع معايا وما يعملش كمة ثابتة كده في الاول في المرحلة الجاية نشوفها نكون مجاهزين ايه المية طبعا بردة انت في الصيف والكريمة ما بتصدق اي عن الحراء عشان تسيح فلازم تكون المية بتاعتك بردة جدا مش هقولك لا تلج ولا حاجة عشان الاداة بتاعت العجان بتاعتك ما يجرلهاش حاجة بخلاف الاداة بتاعت المضرب الكهربائي بتكون قوية عنه فمية سقعة وخلاص جدا واكتفي بذلك عشان الاداة بتاعتك ما يحصلهاش اي حاجة في المرحلة الجاية لما يبدأ يرفع معايا جماعة نزلت عليهم بخمسين جرام نوتيلا يعني سايحة يعني بدرجة حرارة المكان مش هوا مايكورويف او حاجة حطاها انت بس في الاوضة اللي انت بتشتغل فيها في المطبخ كده اللي احنا في الصيف يعني مش هوا محتاجها مايكورويف او اي حاجة وبعدين اختياري يعني مش اجباري بس عشان تقوية الطعم بس مش اكتر زي ما انتو شايفين كده بافضل اضربه لحد مايتقل معايا سبت تفاصيل اكتر في المحسن فالتزموا بيها ادي نصيحة لتزموا باي حاجة بقولها الكريم الشنطيه فاتو من حد برضو موصلكم انه انا يعني مش برجح العطارين في الحاجات دي الا لما يكونوا متخصصين لان مش هيكون عندهم علم اوي يعني بخلاف المحلات بتاعت المستلزمات انه ضيفة بافضل اضرب في الكريمة لحد ما تعمل معايا كمة ثابتة وتقيلة في المرحلة دي خلاص كده وصلت القوام مظبوط جدا تمام بس عايز بس اقلب بس الشوكولاتة شوية لان كان فيه شوية اصدار شوكولاتة كده ما تقلبوش كويس في المرحلة يا جماعة دي باخد على كل طبقة كريمة بعتزر يعني مكادش الكاميرا بتصور في الحتة دي تمام وبنوزعها كده زي ما انتم شايفين طبعا حاطت الطبقة على ورقة زبنة تمام وببدأ الورقة اللي بتلف مش ايدي اللي بتلف خالص الورقة اللي بتلف ايدي بتلف مش هعرف ازبطه خالص تمام في المرحلة الجاية يا جماعة ببدأ اللي انا اكبسه كده بعصاية طويلة وده لازم يتكبس جامد يبقى رفيع بخلاف السوء السرول تمام ايدي كده بتشد وبتسحب كده بالعصاية بتاعتك او المصدر الخشب الكبيرة تمام دي واحدة كمان هي بوزع الكريمة عادة بتوزع معي بكل سهولة دي ما انتم شايفين ده الشف شرف طبعا اللي كان بيلف دي حط القطعة بتاعتك على ورقة الزبدة حفرت الكريمة الورقة اللي بتلف ايدك مش بتمسكه خالص تمام وصلت اللفه بلعصاية كده لان لازم توضح في التصوير ما كانتش اعضر انا يعني لازم يكون حد كانوافع التصوير اللي انا يعني اوضحها لكم فلازم كان حد يعملها يعني تكبست معي بكل سهولة ومثبوطة جدا ومش مقطوعة ولا حاجة وعاوز اقولك يا جماعة يعني سبت بس الازبون شيه ده بس شوية طبعا يا جماعة كنت حطته بس في الفريزر نص ساعة وشلت الورقة كده ببدأ وازدع طبقة كريمة زي ما انتم شايفين كده على الوش اهو طبعة خفيفة جدا هنعمل ان شاء الله مع بعض قريب الفانيليا ولو انتم عاوزين نعمل الجاتول الموسات وكده ايه بس تبولي في التعليقات طبعا يا جماعة بعد ما بوازدع الكريمة بقوم اللي انا استحبع كده بورقة تانيها ولا ورق فاكيوم او اي حاجة حطة ورقة انت تانيها وبتبدأ اللي انت تسحب بس كده بتوزع كريمتك كده على التانية بتوزع معك بكل سهولة طبقة رؤيئة تمام وفي نفس الوقت بتبدأ اللي انت تسويها بالورقة اللي معك انا يعني في الفيديوهات دي بالذات عشان في ناس بتكون لسه مبتدأة فيعني لو طاولة سنة فما عليش يا جماعة بس برضو مش الطول اللي هو يكون يعني يدايق او كده اهو انتصوات الكريمة بتاعتك طبقة بسطة جدا بالورقة وبتسحب كده مش لازم تكون برفك تاوي بدخلها طبعا الفريزر تشد شوية معايا حوالي 300 جرام شوكولاتة حليب ادت لهم بالزبط 30 ميلي زيت وحطتهم في المايكروف لحد ما يسحوا كده نزلت عليهم بشوية بندق مجروش زي ما انتو شايفين هيعمل طعم رهيب مش متوفر معاك ففول سوداني والخطوة دي اختيارة بس فرقت جدا في الطعم تمام بتبدأ كده في المرحلة الجاية بتبدأ كده اللي انت توزدهه حتى طبعا القطع بتاعتك على شبكة كده تمام وبتبدأ اللي انت تنزلي بالشوكولاتة بتاعتك اللي انت مسيحاب في مايكروف او على حمام ماء واخدة منك زيت ومكسطرات ايا كان بندق انت فارما لانه مش بشر بندق يا جماعة ده بندق ما اشهر وانا فارما تمام او فول سوداني مطحون ومش مطحون اللي هو بودرة لا خشن شوية طبعا ملحوظة وقت مادتي له طبقة الشوكولاتة دي بتنقلها على طول على حاجة تانية عشان ما يلزقش فيها تمام وبتدخلي بس الفريزر يمسك بس شوية زي ما انتو شايفين مسك هو يا جماعة في المرحلة الجاية بكون حطت ميا في كاتل تغلي وببدأ كده معايا الطرنش بتاعي بساقطه فيه وببدأ اللي انا انزل اساقطه وامسح وانزل بس نشله الطرف دي هي يعني مش بتترامب تاكل طبعا عادي بس عشان بس الشكل يعني هي بتشال في اي مكان بتقطعها يا جماعة بتقطعها يا جماعة بسمكة بالزبطة خمسة سمتي كل قطعة بالزبطة بتحط السكنة بتاعتك في المياه السخنة بتنشفها بفوتها تنزلي كده بتقطع معاك كده بالزبط بسمكة خمسة سمتي اهو تبل الطرنش بتاعك في مياه سخنة شفت الفوتها تنزلي مرة واحدة زي ما انتو شايفين كده لحد ما بخلص الكمية بتاعتي شكله مزبوط جدا ورا هيه بعد كده يا جماعة يعني حابب اللي انا كده غير في شكل فنش كده يبقى مماس شوية طبعا بحط كده كل بوست كده في الشوكولاتة تمام السايحة ودايرك تباخدها على البندق المطحون يعني من كل كده جانب كده بتعمل شكله برضو رهيب من كل اتجاه كده في الشوكولاتة ومن البندق المطحون مش بندق يعني انا زي ما قيل مش بندق يعني مش مش بشر بندق لا بندق طبيعي شبهو كده كله بندق طبيعي يعني بندق يعني محمس يعني يا جماعة بدون اشرق وفول سودانة عادي فتبلف الشوكولاتة من كل جنب وبتقوم اللي انتم فنشها كده عايز بس توارلكم شكل قطعة كده شايفين اللي سبونش نعم جدا زي ومش مفتول ورهيب